يستقبل ملعب المجمع مباراة الاتحاد والفيحاء والتي ستكون ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرامين الشريفين ويدخل نادي الاتحاد المباراة وهو عينه على الفوز وذلك من أجل تأهل إلى الدور النصف النهائي ثم نهائي البطولة وصعد الاتحاد إلى ربع النهائي بعد الفوز على الشباب في ضربة ترريحة في مباراة الدورة 16 بينما تأهل الفيحاء بعد الفوز على الخارج بثلاث أهدف مقابل هدف واحد وتقام مباراة الاتحاد ضد الفيحاء في ربع النهائي بطولة كأس الملكة يوم الأثنين الموافقة 13 مارس 2013 وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءنا بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وتداعى المباراة على قناة S.S.C. الرياضية السعودية والتي تمتلك حقوق بطى مباراة البطولة والدور السعودي كما يمكن مشاهدة المباراة على شبكة الأنترنت عبر منصة شهد في آي بي ترجمة نانسي قنقر